ترجمة نانسي قنقر يتحدثون عن شكهم في قدرة عشتار على إنزال المطر يا إستر لقد جئتك بالمال الذي طلبته فهل عند عشتار شفاء ودواء لولدي خذوا عمري خذوا عمري وأشفوا ولدي لا أدري لماذا كل هذا الهجوم على نبي الله يعقوب فهو لم يفعل شيئاً سوى سوى الدعوة إلى الله عز وجل دعوة توحيد الله هكذا أهل الباطل إن الكاهنة وإستر يستفدان من الأموال التي تدفع إلى إلهة الباطل عشتار ولهذا زاد العناد والتحدي ليعقوب النبي كم أتمنى أن يأذن لنبي الله يعقوب بحرق هذا المعبد آه كم أتمنى لا ما لأرك يا تقي وديعاً لهذه الدرجة فقد مللت من بطشهم العسر ليس معه سوى اليسر وستأتي من الله آية يصدق الناس فيها يعقوب النبي ويكذبون هؤلاء الكاذبين عشتار وإستر والكاهن أشعر بإرهاق وتعب شديد سلمك الله يا رحيل أريد أن يعلم يعقوب بما يجري لزوجته أخشى أن لا أرأك يا ولدي يا صبر السنين لا تقول هذا يا رحيل أطل الله في عمرك أحسني الظن بالله يا رحيل ستقومين ستقومين يا رحيل بإذن الله وتسعدين بالمولود الجليد رحيل على فراش المرض وربما الموت ليس هناك حل سوى الذهاب إلى إستر وعشتار رفض يعقوب هذا رفضاً أغضب لابان والد رحيل وأصر على ألا يتجه أحد إلى الشرك والوثنية أنا لا أقتنع بهذا يا يعقوب سألجأ إلى ما ينفع ابنتي فقط لن أعالج رحيل لن أعالجها يا لابان كيف هذا يا إستر إنها ابنتي كيف تحرقين قلب أب على ابنته بكل هذه القسوة لو كانت زوجة أي رجل في فدان لشفتها عشتار ولكننا سنجعلها عبرة لكل الكافرين بعشتار إلهتنا هكذا أنت يا يعقوب تسعى دائماً لهدم ورفض أي إله غير إلهك وابنتي ستدفع الثمن وأنا لن أسمح بهذا وظل يعقوب يدعو ربه أن ينقذ راحيل ومن في بطنها ظل يتضرع ويصلي ويسبح حتى يثبت للجميع كذب عشتار وإستر وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولدت راحيل وحمل يعقوب الطفل وأسماه يوسف ويقول ما أجملك يا ولدي ما أجملك يا يوسف حفظك الله وجعلك قرة عين لي ولأمك منذ أحد عشر عاماً وأمك تنتظرك يا يوسف وها هو فضل الله قدم علينا بك يا يوسف يقولون إن نبي الله إسحاق على فراش الموت ومن يحكم كنعان إذا مات نبي الله إسحاق يحكمها ابنه نبي الله عقوب عليه السلام إذن فليبلغه الناس بهذا حتى يأتي إلى أرض كنعان لقد مات ولدي أعشتار لقد مات أستر قتلت لأجل المال ولم يشفى ولدي أشتار يا كاذبة أيها الكاذبة مات الولد مات فلزة كمدي يا أشتار أشتار أيةها الكاذبة رحمك الله يا أبي نبي الله إسحاق رحمك الله رحمك الله رحمك الله رحمك الله لقد مات البي الله إسحاق ماذا يا أهلك نعان يا أهلك نعان يا أهلك نعان مات نبي الله إسحاق عليه السلام يا أهلك نعان مات نبيكم مات نبي الله إسحاق عليه السلام يا أهلك نعان يا أهلك نعان ومات إسحاق نبي الله عليه السلام وستبدأ صفحة جديدة في حياة يعقوب ومعه يوسف عليهم السلام يا عشطار يا عشطار اقتل راحيل ومولودها حتى ينصرف يعقوب عنا ويهزم ويذل أنت من قتلت ولدي يا ساحرة الشؤم احترخي هيا هيا كما احترخ قلبي أغثني يا عشطار أغثني وسأذبح لك وسأسرق لك وأقتل لأجلك يا عشطار احترخي أنت وعشطارك اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهرب حراس المعبد سقطت أشتار واحترقت أستر وهرب الكهلة فمن لك يا رحيل؟ فمن لك يا رحيل؟ من الذي سينزل المطر؟ المطر؟ ومن الذي سيشفي المرضى؟ لقد ولدت رحيل ولدت رحيل ولدت طفلة جميلة ولدت طفلة جميلة ولدت طفلة جميلة ولدت طفلة جميلة ابنتي ولدت لقد أنجاه الله لقد آمنت برب عقوب آمنت برب عقوب ابنتي أنجاه الله المطر 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 لقد نزل المطر على أهالي فدان فماذا كانت تفعل أشتار إذن؟ ماتت استر الكاذبة وبقي إله يعقوب اذبحوا الأغنام وأقيموا الولائم فلقد نجت ابنتي من الموت نجاها رب يعقوب وربي ورزقها بيوسف هكذا نصر الله نبيه يعقوب واستجاب لدعائه ورزقنا من الطيبات ليس أقسى على الأب من أن تظل ابنته بلا إنجاب ولا ذرية ولكم كنت حزينا لهذا لقد من الله عليكم بيوسف أيها الحاكم نعم حفيدي يوسف يوسف بسم الله بهم